من باع متجول لمؤسس لأحد أكبر منظمة حقوقية في الإيمان عملت في الرعي عملت في قلب المياه حتقلت في مقرب وفي نقطة الفلق وفتح الكلاشينكوف لرأسي بالحقيقة كانت أصلاً مادة قانونية قرأتها بالصدفة أول مرة شاهدت الإزفيلت كنت أعتقد أنه البحر اكتشفت أنه هذا كله لن ينقذ أسرتي من الوضع من الجود أنا في مرحلة من المراحل كنت أخجل أن أخرج مع أمي أو أختي قالوا لي اخرج عرفت السر كنت على امتداد سنة والطفولة مبهور بشخصية أم فاطمة جدتي أهم من جائزة نوبل هو الأثر الذي بنحققه في الميدان ترتدي قناع معادي للنساء ولقضايا النساء وانت في حياتك لم يكن للنساء إلا باسمه جيدة ولا أعتقد أن هناك رجل حقق شيء في حياته لم يكن لأمه أو لقدته أو لزوجته أو لبنته أو بصمة جيدة في هذه الحياة مرحبا بكم جميعا في بودكاست دردشة مهنية في إطار منصة مفاتيح كنا قد خصصنا الجزء الأول من هذه السلسلة للتعرف على عمل مواطنة للحقوق الإنسان وللتعرف على عمل مختلف الوحدات والإدارة الداخل منظمة في جلستنا الحوارة اليوم سنتعرف على أحد مؤسسيها وأبرز مناصر حقوقي بالفطرة أنا رانيا عون ونرحب اليوم بضيفنا رشيد الفقيه نائب رئيسة منظمة مواطنة الحقوق الإنسان مرحبا رشيد أهلا رأيك كيف الحال؟ تمام أحب أقولك أننا سعيدة جدا بجلستنا اليوم هنا سعيد أننا بعد ما تشاركنا معا تقارب في الدعم القانوني وفي الإعلام والاتصال نتشارك هذه التقربة أيضا في هذه السلسلة من الحوارات رشيد أشياء أبدأ معاك وأسألك من هو رشيد بس خليني قبل مسألك هذا السؤال في قصة أحب أنك تشاركها اليوم مع الجمهور قصات متى أول مرة تمسك رشيد بالقانون لما تعرض للانتهاك أولا أنا كنت في فترة من حياتي أول ما بدأت أخطو أو أولى خطواتي خارج المنزل وتقريبا في سن 18 سنة كنت أعمل كبائع متقول في مفرق ماويا كان عندي جاري أو عربية بالمفهومة اليمني وجاءت البلدية احتجزتني من ضمن من احتجزت من ذلك الرصيف من الباعة المتجولين أخذتنا البلدية في طق ونقلتنا إلى منطقة أمنية واحتجزتنا أفراد الأمن رموبنا داخل مكان احتجاز كبير فيه العشرات من المحتجزين دخلت جلس مثلي مثل بقية الزملائي من الرصيف وبدأت تسأل الأشخاص اللي سبقونا إلى هذا المكان من حملات سابقة كم لك واحد قلي شهرين كم لك واحد قلي ثلاثة سابع كم لك مدد متفاوتة أنا كانت كنت مصدر دخل أسرتي الوحيد وقتها وعرف أن أسرتي أول بالنسبة لي ما اختفي ما رقع لهمش حيث يصابوا بالدعر لأسباب كثيرة من ضمنها أنه عندي مشاكل في النظر من ضمنها فتخيلت وضع أسرتي وقمت أمسك لقيت خشبة في مكان الحجز خبطت بالباب بقوة أكثر مرة كانوا المحتجزين يقولوا لي باي البقوك هجع باي زنزنوك زنزن فرادية ما قدرتش لأنه بالنسبة لي كان شيء ما قدرش يتحمله فقاءوا أفراد الأمن ما لك يا محبوس قلت لهم أن القانون اليمنية يقول أنه ما يحق لكم شتاح بسوني أكثر من 24 ساعة وبدون تهمة وأنه كذا راحوا أدري ورجعوا وفتحوا الباب خرجوني أخذوني إلى مكتب ونقد تحذيرات المحتجزين في رأسي تطنطن أنه ممكن أتعرض للأذى أو الانتقام بسبب أننا أزعجت أفراد الأمن في المنطقة الأمنية عدت نفس الكلام اللي قلته وأنا بالحقيقة كانت أصلا مادة قانونية قرأتها بالصدفة كان أبي قاب صحيفة أو شيء من هذا وقرأت هذه المادة واللسقط في ذهني عادت نفس الكلام زادوا من أفراد الضباط قاءوا إلى أن وصلوا لأنه قاء مدير أمن المنطقة الأمنية أيش أنت يا ابني أيش بتشتغل بدأت أسئلة شخصية أكثر عني تفاجأت وأنا منتظر اللبك والنو أتعاقب على اللي عملته قالوا يتفضل الروح طبعا النقطة ما كنتش أنا وأنا فعليا من أول ما خطط رقلي من خارج المكتب عدنا داخل المنطقة الأمنية ونفكر هل هذا مقلب هل ممكن يعني يرقعوا يؤذوني خارج هل ممكن خرجت خارج باب المنطقة الأمنية إلى الخارج قد أنا بالطريق إلى البيت وأنا أفكر طلعت دباب وأنا قاعد أسفكر إيش اللي حصل ليش ما كنتش متأكد بالضبط لماذا حصل معي هذا وكنت في بالي طيب ليش اللي احتجزوا معي باقي داخل الحجز صحي انتقلت لعمل آخر كعامل في دكان صغير في تعز وتكرر معي نفس الموقف جاءت صحة البيئة هي أخرى غير البلدية صحة البيئة جاءت وأحتجز أخذتني من دكاني وغلقت الدكان وأحتجزتني في مقر البلدية ببدروم كررت نفس اللي عملته في المنطقة الأمنية الأولى و نفس الشي بشكل بصورة أو بخرى تكرر معي تكلمت عن المادة القانونية تكررت وأول ما خطط لي أول ما قالوا لي اخرج عرفت السر أولا القانون قوة قوة الضعفة قوة المدنيين اثنين التحرك عندما اتعرض لانتهاك أو خطأ لابد ما يؤدي نتيجة تعلمت هذه القاعدتين انهمكت بعدها بالقراءة في الجانب القانوني وانخرط في الشغل ضد أي عملية احتجاز من محيطي محيطي كان من الطبقة الدنيا من اليمنيين المحلات الدكاكين الباع المتقولين وبدأت اتحرك كان أي واحد يتعرض لاستهداف من بلدية من أي جهة من الأشغال العامة من يلقأ لي وروح وبدأت اختبر فعليا عمليا قوة الأمرين قوة القانون وقوة التحرك في مواقهات أي انتهاك ودائما كانت النتائج تأتي لتعزز قناعتي بفكرة القانون وبفكرة سيادة القانون وبفكرة التحرك رشيد أنا أعرف أنك خريج ثانوية فقط واليوم أنت مؤسس مواطنة الحقوق الإنسان وزي ما ذكرت كنت باع متجول فأنا أحب أعرف عن مسيرتك المهنية من باع متجول لمؤسس لأحد أكبر منظمة حقوقية في اليمن خليني أخذك إلى وقت أبعد أنا ولد مثل الأغلب الأعام من سكان اليمن في منطقة ريفية نائية لا يوجد فيها أي شكل من أشكال الحياة الحديثة أنا لم أولد في مطلع القرن العشرين على سبيل المثال لكن الحياة التي عشتها في القفير الريف كانت شكل من أشكال الحياة التي عاشها الإنسان في يعني أقدر أقول منتصف الألفية لا خدمة صحية لا خدمة مياه لا خدمة كهرباء لا تعليم حديث قريتي كانت مثلها مثل غالبية قرى اليمن معزولة و محرومة من الخدمات الحديثة كنت في قرية تحيط بها الجبال من كل جانب وكنت لا أعرف من العالم إلا هذه الجبال وهذه القرية بدأت الحياة بدأت من طفولتي المبكرة عملت في الرعي عملت في قلب المياه نسميها السئبة نسئبة عملت في الحرافة في الزراعة في الاحتطاب في كل المهن التي عيشها غالبية أطفال الريف في الريف لم يكن هناك طفولة مرفهة أنا لم أشاهد التلفاز في حياتي إلا في بعد أن أنتقلت للمدينة في وقت متأخر من حياتي فكانت هذه الحياة أنا تعلمت في معلامة ابتداء بعدين في مدرسة ريفية بسيطة للغاية غالبا أغلب قيلي لم يروا التعليم الحديث كانوا يتسربوا من التعليم في الصفوف الأولى ليذهبوا لمساعدة أسرهم في الزراعة أو في غيره أو في غيرها من الأعمال الريفية الشاقة انتقلت للمدينة في وقت متأخر من حياتي من طفولتي وبصراحة شاهدت كانت صدمة حضارية بالنسبة لي كانت صدمة حضارية بالنسبة لي أني شاهدت الزفلت لأول مرة لأول مرة كنت أعتقد أنه البحر الذي شرحه لوالدي كثيرا في إجازاته الإجازات المختلفة أول مرة شاهدت الإجازات كنت أعتقد أنه البحر وكثيرا الأشياء شاهدتها لأول مرة البناية الشوارع كان فوق استيعابي كنت في البداية غير قادر على استيعاب هذا النمط من الحياة هذا شيء جديد كليا بالنسبة لي لهذا كان بالنسبة لي أحفظ قريتي وممراتها ومخالفها وطرقاتها وشعابها والقرى المجاورة لحفظ أحفظها بشكل كامل أحفظ تفاصيل الطرقات الوعرة أحفظها حفظ في المدينة كانت بالنسبة لي صدمة حضارية أن أشهد كام بالنسبة لي عدد الشوارع الكثير السيارات كل شيء بالنسبة لي جديد كليا مع وصولي للثانوية العامة مرت أسرتي بضرف تعرض عمل والدي لانتكاسة وكنت يعني الأبن الأكبر من بين تسعة من الأبناء سبعة أبناء وبنتين ووالدي ووالدتي كنت المسؤول بدأت أكون المسؤول عن حياتهم كان هذا كان بالنسبة لي طبعا نهاية الثانوية كان بالنسبة لي عندي اتجاهين إجباريين التجاه الأول أننا حاول أننا أدرس كمل جامعة وإماء إليه وهذا طبعا ما كانش سهل حتى ما عنديش إمكانيات أو موارد له والتجاه الآخر أننا قم أتحمل مسؤولية أسرتي كان كل إخواني بعدي أطفال الثمانية كانوا أطفال فكان لازم أتحمل مسؤولية أسرتي وكان بالنسبة لي أول خطوة أخرج بها من البيئة الآمنة في المنزل إننا بعد ما بحثت عن عمل ولم أقبل في كثير من الأعمال حتى كنت أستعد أشتغل حمل أكياس أو حجارة أو مع أنه بنيتي ما كانت استسمح بس كان أحد أصدقاء والدي كان كريم ومولي هذا المشروع القاري كان الضمار 15 ألف تقريبا وبسبب كثير بسبب مشاكل كثيرة أنا ما خرجت كثير للحياة العامة صراحة كنت في بداية أول ما رحت إلى مفرق ماوية كنت خجول إن أنا كيف أروح أشتغل في قاري قاء التاجر الذي كان يدعم هذا القاري ووقف عشان يكسر الحاجز يبيع معي أحذية بلاستيكية فبدأت تكتسر الحاجز بس بسبب نظري وأسبب كثيرة اللي أنا أول تقربة طبعا جينا نقرد في بعد فترة من الجاري كنت أفشل بائع متقول في التاريخ جينا نقرد البضاعة رأس الضمار رأس المال مش موجود ما فيش ربح وكان يسألني أوكي يعني أنا فاهم أنه ما تبيعش هذا يعني أمر طبيعي لكن أنه ما عند فيش رأس المال وأعتقد أنه كانوا يستغلوا مشكلات نظري وكان كثير من لأنه قلست كثير مصدوم أبحث عن إجابة في الرأس المال في الرأس الضمار عشان أقدمها للتاجر بعد فترة بعدين لما اكتشفت أنه عندي مرض نادر في النظر عرفت أنه ربما ربما هذا لازال احتمال أنه الضمار تسرب بأخذوه الأشخاص كانت بالنسبة لي أنا دائما أعتبرها أولى محطاتي في الحياة هذه العربية اللي كانت كنت أعمال عليها رغم أنه ما كانت ناجحة جدا لكن حتى كتجربة فاشلة استفت منها كثير والصراحة غيرتني من الداخل بما مرته سواء من تجربة احتجاز أو ما شهدته من 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 قصص كفاحة اليمنية واليمنين في الشارع يعني قصص غير مرئية وغير مرصودة لكفاحة اليمنية واليمنين العاديين غير المرئيين بالنسبة لكثيرين فاقتربت أكثر من الناس اقتربت أكثر من حياة المدينة حتى بشكلها بدوائرها البسيطة هذه لأنه كنت في القرية بدأت أتعلم كثير من دراس القرية بس لما دخلت المدينة بدأت أتعلم من جديد قصص ودروس جديدة تماما كأني ولدت فأنا دائما أعتزب بتجربتي هذه باعتبارها المرحلة التأسيسية لي سواء أنه وهي بالنسبة عمريا هذه مرحلة تأسيسية لأي شاب أو شابة خرج لتوه من مراحل الطفولة إلى مراحل الشباب فبالنسبة لي كانت هذه المرحلة مهمة جدا لا يمكن أن تغيب عني قصصها ودروسها وأفادتني في كل مراحل حياتي اللاحقة نكمل بعدها بعد بعم تجول بصرا اشتغلت في دكان كانت بالنسبة لي أكبر ترقية اشتغلت كعامل في دكان صغير وكانت كمان تقربة جديدة وتعلمت منها دروس كثيرة بقيت تقريبا ثلاث أربع سنوات عامل في دكان صغير وهذه المرحلة بالنسبة لي كانت مهمة يعني كانت مرحلة استقرار نسبي معي راتب معقول معي عمل ثابت صح كنت اشتغل بدوام من الساعة سبعة الصباح إلى الساعة العاشرة ليلا إن لم تكن من ستة ونص إلى أحدى عشر هذه المرحلة خلتني أعيد كتشاف نفسي وأقرأ كثير وبدأت فيها رحلتي مع المنتديات عرفت طريقة اليمن وقتها عرفت طريقة أول طريق للإنترنت وعرفتها الثقب كان عالمي صغير كنت في جدران كثيرة ظروفا أحيانا ما تكونش مساعدة زي كثير من اليمنية واليمين اللي كانوا عندهم فرص نحن بلأ كانت الفرص محدودة جدا وكانت حياتك صغيرة ومضروب حولها الكثير إن القدران الكبيرة فكان حسيت إن أنا عايش في جيب هامشي للغاية طبعا أنا لما دخل الإنترنت اليمن بالنسبة لي كانت كانت يعني ثقب عرفت فيه العالم الأوسع وأول ما بدأت أتصفح الإنترنت كان بالنسبة لي إعجاز وبدأت طبعا كان كان ممكن أستسلم وقلس أقول أنا ما حضرت في تعليم جيد في الآخرة كان تعليمي ضعيف جدا وما حصلت على فرص وذلك كان سبب إنه تصد بالإحباط والخيبة ولكن بدأت أقول أوكي غيري حصلوا على فرص بدأت أشوف أصلا أشخاص حولي من نفس عمري حصلوا على فرص كويسة جدا حصلوا على فرص تعليم أساسي وإعدادي وثانوي جيد حصلوا على تعليم جامعي جيد حصلوا على تعليم في اللغة جوية مهارات جيدة معارف جيدة أنا ما عنديش هذا الأساس إطلاقا بدأت أتعرف في الإنترنت على إننا نقدر أردم الفقوات بيني وبين أبناء جيلي من الناس حتى مش من الطبقات العالية عاد أنا ما كنتش عرفت أصلا الناس من الطبقات العليا عادوا من الطبقات الوسطى لما بدأت أخرج خطواتي لخارج أهل منطقة المنزل أولا أنا كنت في مراحل سنوات مختلفة من طفولتي كثير كان تركيز الجماعة الدينية على الخطابة والمواعظ وغيره 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 اكتشفت أنه هذا كله لن ينقذ أسرتي من من الوضع من الجود لم يخدمني أي شيء ما تعلمته على قلته وعلى رداءته لم يقدم لي أي مساعدة في حياتي العملية لم يجعلني مؤهلا لمواجهة مطلبات العيش الكريم هذه ربما كثير من الأشخاص التي استقطعتهم التعليم الديني وقهوها في حياتهم بأشكال مختلفة خرجت للحياة بدون تأهيل جيد بدون تعليم أساسي وإعدادي وثانوي جيد وحتى التعليم الموازي الذي كان في المساقد والمراكز الصيفية والمعاهد وغيرها من المساحات التي تستخدمها الجماعات الدينية لم يضف لي أي شيء واجه به صعوبات الحياة وتحدياتها ومطلباتها ومطلبات العيش الكريم في كل الأحوال عرفت طريقة الإنترنت في مجرد وصوله اليمن وهذا بالنسبة لي كان ثوق غير اعتيادي حرفني على عالم أوسع ومجال أوسع وبصراحة وجدتها فرصة أن أنا أردم الفجوة بيني وبين أبناء جيلي بدأت أقرأ أكثر أتعلم أكثر تعرفت اختبرت وقتها إمكانية هائلة يمنح تمنحها مساحة الإنترنت الجديدة أو ثقب الإنترنت الجديد لزيادة معارفك لزيادة مهاراتك للاستعاضة عن ما حرمت من فرص تعليم وتأهيل جيد وبصراحة أنا يعني كثير الآن من الشباب والشابات أمامهم نفس الفرص لكتسب معارف ومهارات متنوعة أكثر مما صادفتنا في بداية دخول الإنترنت في اليمن وقتها كانت تعليم الإنترنت ضعيف ولا يزل محدود حتى فيما يوفره بالنسبة لي رغم أنه كان عالم كبير بدأت في الإنترنت تقرأ أكثر وتأهل أكثر وتعلم أكثر وبدأت اختبار فكرة التعلم الذاتي وتعرفت وقتها على المنتديات وبدأت رحلتي في العمل العام من خلال المنتديات كنت أداون في الدكان الصغير من الساعة سبعة صباحا إلى الساعة عشر أحدا عشر وارجع أدخل مقهى الإنترنت أبدأ أقرأ وتعلم وأطور من معارفي ومهاراتي وبالنسبة لي كانت هذه السنوات سنوات تأسيسية مهمة جدا عادت تكويني وكانت مرحلة تكوينية مهمة جدا في تلك المرحلة تقريبا هذا كان بين العام ألفين إلى العام ألفين واربعة وبدأت في العام ألفين واربعة رحلة جديدة داخل منتديات أنشأت منتدى إلكترونيس ومنتدى حوار وهذا كان بصراحة يعني نقلة في حياتي أننا أبدأ يعني أدير أأسس وأدير عمل في المجال العام يخدم فكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعرف أكثر على حقوق النساء وبالنسبة لي بدأ كثير من القضايا اللي كنت وعيشها في طفولتي بدأت تتقعد كمفاهيم بصورة أفضل كنت على امتداد سنوات طفولتي مبهور بشخصية أمي فاطمة قدتي الشخصية القيادية الشخصية التي الإدارية الشخصية المبادرة الشخصية المثابرة ف كنت في طفولتي لما أسمع خطيب يسيء للنساء أغادر الخطبة لأنه تحضرني صورة أمي فاطمة الشخصية الكاملة بالنسبة لي لأنه كان دائماً ما أقارن الخطاب السيء بالشخصية الجيدة وهذه الشخصية الطبيعية أمي فاطمة ما كانتش امرأة فريدة من مكانة كل امرأة في الحقيقة في محيطنا من الواسع هي تقريباً أشبه بشخصية أمي فاطمة ولما خرجت للمدينة سمعت الكثير من قصص كفاح اليمنيات اللي طلعين أجيال بدأت هذه السجل الطويل من القصص اللي عايشتها عياناً مع أمي فاطمة أشوفها فيما هي مفاهم حديثة وهي تتمثل بالتمكن النساء والتمكن الاقتصادي وحريات وحقوق النساء ودعم النساء وهذا عشته مراراً في محيطي الريفي وبدأت أختبر ما كان عندي بمفاهيم حديثة ويعني تحول من تجربة حية إلى معارف كمان مجردة إلى مفاهيم مجردة فكان بالنسبة لي هذا على طول يعني طور أو كون أعاد تأهيل أو تكوين شخصيتي ومنظوري للحياة من حولي بمختلف قوانبها أنا في مرحلة من المراحل كنت أخجل أن أخرج مع أمي أو أختي بفعل كان الخطاب المحرض واتغيرت من هذا الشخص إلى شخص يعتز بكل مرأة في حياته لأنه كان في محيطنا كاد أن يكون اسمه ماك أو اسم أختك أو اسم عيب وهذه طبعا كثير ما أقولش يعني كثير من محيطنا طبعا هذا بالنسبة لي كان في المدينة ما كانش في القرية في القرية كانت كل مرأة مأروفة باسمها ووجهها وشخصيتها وكل شيء هذا على امتداد حياتي في القرية جيت في المدينة الوضع مختلف المرأة عورة والقصصة اللي بنسمعها عشت مرحلة من الارتباك بين ما كنت أعيشه في القرية وما بدأت أعيشه في ظل المساجد في المدينة صراحة كنت لفترة قصيرة مرتبك والدرجة أن أنا أمشي وممين لازم تمشي معدي مسافة طويلة أخرج مع والدتي أو أختي بشروط إنها ما تتكلمش إنها ما تحاسبش صاحب الباص إنها ما تبايعش صاحب معرض الملابس أو غيره وغيره وكان بالنسبة لي مربك لأنه بين ما عايشته وبين مرحلة جديدة من الخطاب بس بعدها لا أصبحت أتباهى بأختي وباسمها وبهويتها وبأمي وبجدتي وبأسمائهن وببدأت أستعيد شخصيتي اللي عشتها في الريف اللي هي كنت لا أخجل من وجود من أن تكون في في المقدمة أمي أو أختي أو زوجتي أو أو قدتي أو لأنه كانت لها دور دائما مركزي أمي فاطمة كان لها دائما في حياتي دور مركزي من أمي فاطمة هي اللي سجلتني أخذتني بيدها وذهبت إلى المدرسة في القرية وسجلتني وقاتلت عشان تسجلني كل المحطات الكويسة في حياتي في طفولتي كانت بوجود أمي فاطمة وهذا دائما ما كنتش أقدر أغيبه أمم حتى الخطاب التعب واللي كان يدور حول النساء وحول ما ما يعني كانت دائما إما أكون بشخصية ب أيش نسميها الطرابة اللي هو شخصيتين إما تكون بشخصيتين ترتدي قناع معادي للنساء ولقضايا النساء وأنت في حياتك لم يكن للنساء إلا بصمة جيدة ولا أعتقد أن هناك رجل حقق شيء في حياته لم يكن لأمه أو لجدته أو لزوجته أو لبنته أو 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 بصمة جيدة في هذه الحياة أبي أبي اللي كان بالنسبة لأنموذك لو لا أمه جدتي أمي فاطمة ما كان خرج من الحياة بالصورة المشرفة اللي كنت شوفه فيها فعشت هذه المرحلة المربكة وانتقلت بعدها إلى مرحلة جديدة كليا عملت مراجعة للفترة المشوهة من حياتي اللي كانت فيها جانب سلبي تحت الخطاب الديني وانتقلت بسلاسة إلى موقف مساند للنساء ولحقوق النساء ودائما ما تحضرني صورة أمي فاطمة في هذه المرحلة اللي بدأت أعمال مراجعة لأفكاري ولسلوكي ولقناعاتي وقدرت أعمل قطيعة مع السلوك البدائي ضد النساء اللي ينظر بنظرة قاصرة للنساء النساء اليمنية مش محتاجة أكثر من رجال نساندوهن ويدعموهن زي ما دعمت نساء صورتك وكل النساء في محيطك خليني رجع وطب منك تكمل كيف انتقلت من منتدى الحوار لمؤسس مواطنة الحقوق للإنسان أوكي بس خليني أقول لك أنه حتى الرجال يعني لا يمكن أن يكونوا رجال أسوية بدون وجود نساء قويات وممكنات من حقوقهم بصورة حقيقية هذه حاجة دور الرجال في الحياة مهم ودور النساء لا يقل أهمية هذه حقيقة لا نستطيع أن نهرب منها سواء كانت قناعتنا مع تمكين النساء أو لا النساء مفتاح من مفاتح التنمية والنهوض ويجب أن يدرك الرجال ذلك هذه مسألة لا يمكن القدال فيها وبالنظر إلى الكثير من المجتمعات لا يمكن أن يهضر المجتمع بعدم إنصاف النساء بصورة عادلة واحترام قضاياهن وحقوقهن وتمكينهن لا يمكن أن يهضر الفرد ولا الأسرة ولا المجتمع ولا الدولة ولا الأمة إلا إذا كنا ممكنات من حقوقهن وفي كثير من المجتمعات عبرى لنا إذا أردنا فعلا أن ننهض ببلدنا ومجتمعنا ودولتنا بالنسبة لمنتدى حوار أسسته تقريبا في 2003 أو 2004 واستمرينا فيه إلى تقريبا 2006 وفي 2006 بالنسبة لي كانت محطة مهمة جدا ويمكن أقدر أقول تعرفت على النسخة الثانية من أم فاطمة وكانت متمثلا أن ألتقيت معرضية شركتي في الرحلة اللي بدأت فيها اللي بدأنا فيها بالأصح التقيتها في على في المرحلة الانتخابة الرئاسية في العام 2006 كانت شهدت اليمن عملية انتخابية تنافسية بين الرئيس السابق صالح وبين المهندس المحترم فيصل بن شملان بالنسبة لي كانت محطة مهمة جدا للتغيير وبدأنا التقينا في إطلاق حملة اسمها حملات مستقلة من أجل التغيير وكانت الحملة هدفها مساندة المهندس فيصل بن شملان أحد روادة اليمن الحديث وعرفت رضية في هذه المحطة وبدأنا نشتغل مع بعض في الحملة وبدأنا التقربة عملية كانت يعني ما كانتش مليئة بالمناقشات أو وقتها على طول كنا في حلبة الانتخابات الرئاسية وبدأنا نشتغل عرفت رضية للنزيهة والمعطاء والمقدامة واشتغلنا مع بعض وأعتقد كانت تقربة كويسة ويمكن بسبب رضية وبسبب صنعة وبسبب المركزية صنعة في الحياة العامة اليمنية قررت الانتقال إلى صنعة مطلع العام 2007 وانتقلت إلى صنعة وبدأنا رضية انضمت لمنتدى حوار يعني استقطبتها وكانت عضوة بدأنا المناقشات ورضية كثير كنا عبر برنامج الماسينجر كانت أيامها الماسينجر هو وسيلة التواصل الفعارة عبر الانترنت وخذنا الكثير من المناقشات وعرضت عليها مباشرة انه نكون شركاء في مؤسسة حوار انه ننتقل من عمل المنتدى الالكتروني إلى مؤسسة على الأرض الواقع اخذت رضية شوية وقت في التفكير واعتقدنا نمعطيتها فرصة كثيرة لانه قلست اشغلها وبعدها اتفقنا على شراكة بدأت من العام بداية العام 2007 وبدأنا فعليا رحلة العمال المؤسسي أو العمل مع بعض الشراكة الاستراتيجية بيننا بدأناها في مطلع العام 2007 وبدأنا الكثير من التعاون بدأنا التعاون اولا بالشغل ضد حرب صعدة وضد وضد الانتهاكات التي طالت العديد من الافراد على خلفية حرب صعدة من وقاع الاختفاء القسري إلى وقاع الاحتياز التعسفي إلى قمع الحرية الصحفية ووصولا إلى جرائم الحرب التي ترتكب كانت خلال جولات حرب صعدة السد بدأنا نشتغل عليها وبدأنا نشتغل مع بعض أيضا على الانتهاكات التي تطال الحراك الجنوبي السلمي كان هناك مع بداية العام 2007 من يناير 2007 انطلقت تظاهرات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وتعرضت لقمع من الأجهزة الأمنية غير مسبوق وبدأنا نشتغل أيضا على الحراك السلمي في القنوب والانتهاكات ونناصر ضحايا القمع وبدأنا كمان في صنع بدأت موقع من الانتهاكات التي تطال الصحفيين واشتغلنا ضد الانتهاكات التي طالت الصحفيين على ذمة قضايا مختلفة أو مزاعم مختلفة وتطورت تقربتنا بدأنا نختبر العمل الحديث أكثر تشاركنا مع بعض العمل مع Human Rights Watch خلال ما بين العام 2007 إلى العام 2010 ابتداء هذه في المرحلة الأولى وبدأنا نشتغل كمعاهي مرة بدأنا نختبر أدوات العمل الحقوقي الحديثة والمهنية كانت بالنسبة لنا مرحلة مهمة جدا لأنه اشتغلنا مع خبراء دوليين عندهم معارف ومهارات وأدوات وسائل جديدة في العمل الحقوقي لم تكن معهودة في العمل المدني اليمني والعمل الحقوقي اليمني توطن هذه المعارف أكثر وكانت بالنسبة لنا المنظمة الدولية أحيانا تحضر في القضايا مش بصورة كاملة فكان مرحلة غياب المنظمات الدولية نحس بالحاجة لتوطين المعايير الحديثة في العمل الحقوقي الرصد الدقيق الإصدارات المهنية الموضوعية الدقيقة من بيانات وتقارير ودراسات ومي ابتداء من إجراء المقابلة والتوطيق الميداني والأدلة والقرائن وغيرهم بدأنا ندرك أنه هناك حاجة لعمل يمني عالي المهنية بمعايير عالية وبدأنا بطلب الترخيص في 2007 بس كان في بلوك نحن في القائمة السوداء حسب ما سمعنا من قادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعدها استمرنا في هذه المرحلة من العمل ما بين العام 2007 إلى 2013 بعد طوية صفحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقوائمه السوداء معه سجلنا مواطنا نحن في تسجيل مواطنة في 23 إبريل نيسان 2013 هذا بالنسبة لنا كان تحول كبير في مسيرتنا المهنية على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المؤسسي انتزعنا تصريح مواطنة بعد سنوات من الرفض والتعنت وبالمخالفة للقانون وبدأنا فعليا تحدي تحويل العمل اللي اكتسبناه كمهارات ومعارف كأفراد إلى عمل مؤسسي والتحدي كان مش عادي لأنه أنا وراضية كان العمل في الشارع أسهل وأخف كنا أين ما شفنا قضية أو ضحايا أو منتهكين شلينا السيارة الأجنس وتحركنا برؤسنا خفافا كان بالنسبة لنا العمل بدأ لا لازم يأخذ طابع مؤسسي وهذا كان تحدي كبير جدا بالنسبة لنا لأنه في الأخير العمل المؤسسي يحتاج مهارة أكبر ومعارف أكبر وقدرات أكبر وإمكانية أكبر فبدأنا رحلتنا المؤسسية في مواطنة في هذه المرحلة مواطنة بدأت بشخصين واليوم مواطنة أكثر من مئة شخص فكيف انتقلت مواطنة من شخصين إلى أكثر من مئة شخص أولا لما كنا شخصين كان في طبعا رضية واقية من خلفية أقدر أقول مدينية مش مدنية بس هي مدنية مدينية أنا واقية من خلفية ريفية وأنا من الواقية من تعز ورضية من بنات صنعة وعندها معارف وتجارب وخبرات مختلفة وأنا واقية من معارف كمان وتجارب مختلفة كان هذا بالنسبة لنا يعمل تكامل في إنجاز عمل نوضي أولا لو قلت لك عن يمن ما قبل الحرب إحنا الاثنين كنا كمان من مخرجات يمن ما قبل الحرب يمن اللي كان فيه دستور الجمهورية اليمنية دستور التعددية السياسية وحقوق الإنسان وحرية المجتمع المدني والمواطنة المتساوية وسيادة القانون أي يكون ملاحظاتنا على ما يمن ما قبل الحرب إلا أنه كان هناك أساس بنته لنا الحركة الوطنية الحركة الوطنية اللي بدأت النضال في اليمن من أجل يمن حديث يمن دولة الناس بدأته من مطلع القرن العشرين إحنا كنا أحد نتائج هذه المرحلة أو الرحلة الطويلة من اليمن اللي تمخض يعني تأسس في 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر و3 نوفمبر ويمن 22 مايو فإحنا كنا في الأخير يعني أحد مخرجات اليمن الحديث بكل الملاحظات عليه أنا لا أقول أنه كنا في وضع مثالي بس كان هناك مجال خلقته لنا الحركة الوطنية أسس بنتها لنا رواد العمل الوطني ورائدات العمل الوطني من عقود من القهد لا كان في حراك ديمقراطي وحراك مدني وحراك سياسي وحراك ثقافي حراك فكري كان كنا نحن أبناء هذا الحراك حراك ديمقراطي بدأ في الاستفتاع للدستور في 91 في انتخابة النيابية في 93 في الانتخابة النيابية في 97 في انتخابة محلية أول انتخابة محلية في 99 أول انتخابة رئاسية رغم أن ما كانت تنافسية في 99 أيضا بعدين انتخابة نيابية ثانية في العام 2002 وانتخابة رئاسية في أول انتخابة رئاسية تنافسية في 2006 وتشكل معارضة سياسية تشكل اللقاء المشترك في العام 2003 كان لدينا رحلة طويلة من العمل والحراك الثقافي والسياسي والاجتماعي والفكري الطويل ودائما أنا أقول عشان نتصور يمن ما بعد الحرب إن شاء الله لابد منذكر جيدا يمن ما قبل الحرب هذا مهم جدا لنا كجيل ومهم جدا لمستقبلنا العام في اليمن ودائما لا يفوتني أن أذكر بيمن ما قبل الحرب يمن ما قبل الحرب أسس لنا أرضية جيدة لجيلنا وبدأنا مؤسسين بهذه الخلفية ومن هذه المنطلقات بدأ أسسنا مواطنة وبدأنا نتحرك فيها للأمان للأمان بدأنا بعد بدأنا رحلتنا في العمل المؤسسي وبدأنا باستقطاب كوادر وخضنا تجارب كثيرة لأنه لا أنا ولا رضية عندنا تأهيل إداري في العمل الإداري ربما رضية عندها تأهيل بحكم الدكتور محمد عبد الملك متوكل في الجانب الحقوقي والجانب السياسي وبحكم أيضا دراستها الجامعية وهذا ساعدنا بس هذا كان مفيد كمان لي في المراحل الأولى لتأسيس مواطنة إن أنا أيضا اقتربت من بيت الدكتور محمد عبد الملك المتوكل تعرفت عليه وبالنسبة لي كانت الحياة في بالقرب من الدكتور محمد وأسرته كانت بالنسبة لي أكاديمية حقيقية عشتها لسنوات كنت محظوظ بها اللي حرمت حرمته سنوات من التعليم الجيد والفرصة الجيدة كان بالنسبة لي هذه المساحة جدا ساعدتني ولا يمكن عشان أنتقل بك من مرحلة لمرحلة في عملنا وفي حياتنا وحتى في عمل مواطنة لا يمكن أغفل هذه المرحلة المهمة خضنا نقاشات أول مرة أشوف مماشعة في النقاشات و يعني الأصوات تغتفع إلى أعلى مستوى والصياح ويرجعوا يأكلوا بنفس الغرفة كأنه ما فيش مشكلة فكانت بالنسبة لي مرحلة ثرية جدا من حياتي عشتها في هذه المرحلة وهي فعليا ساعدتنا بعدين كيف نؤسس مواطنة على أسس صحيح كانت هذه مرحلة مهمة وفعلا بدأنا نوراضيا نستقطب الكوادر والكفاءات ونختبر العمل المؤسسي وتوسعنا من اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة إلى عدد ما لا نهاية في جلستنا السابقة مع عرضي متوكل تكلمت معنا عن عمل مختلف الوحدات في مواطنة وهنا أحب أسألك هل مواطنة ممكن تتوسع في مجالة العمل خلال الفترة القادمة؟ أشتغل لك أنه عملنا اللي نحن نطمح له لم يبدأ بعد خلال سنوة الحرب عملنا كان عمل طوارئ هو عمل أشبه بعمل وحدة طوارئ في المستشفيات لكن العمل الحقيقي بالنسبة لنا لم يبدأ بعد لأنه سيبدأ في اللحظة التي تتوقف فيها الحرب والانتهاكات التي تمس حياة اليمنية واليمنيين ونبدأ ببناء أطر وآليات وبناء ومسارات وسياسات ولوائح وقوانين وتشريعات تضمن حقوق اليمنية واليمنيين بالصورة الأمثل حينما نبدأ بتمكن اليمنين من حقهم في التعليم الجيد حينما نبدأ بالعمل على ضمان حق الصحة و حقوق النساء والمساواة والعدالة حينما نبدأ نراجع إرثنا الثقيل ونبدأ مرحلات البناء عملنا لم يبدأ بعد كما نتصور الحرب قرتنا إلى أولوياتها إلى الدفاع عن حق الحياة عن حق السلامة البدنية عن حق الحرية عن حق وهذه بالنسبة لنا نعتز بهذا العمل هو أننا نسعى الدفاع عن حقوق اليمنية واليمنين في أسوأ ظرف تمر به اليمن لكن بالنسبة لنا نتعهد ونلتزم أنه تبدأ رحلة عمل بناء دولة القانون دولة المواطنة المتساوية في اللحظة الأولى التي تتوقف فيها الحرب كليا ونصل لاتفاق سلام شامل وعادل رشيد دائما ما تفخر مواطنة بالتزامها بمبادئ العمل المؤسسي والحكمة إلى أي مدى تلتزم مواطنة بهذه المبادئ أولا لو لم تلتزم مواطنة بمبادئ الحكمة والإدارة القيدة والعمل المؤسسي لما كانت مواطنة التي هي عليه الآن النتيجة التي وصلنا لها أو المستوى التي وصلنا له هنا تج عن التزام راسخ وعن إرادة حقيقية لدينا مبتداء بالمؤسسين مرورا بكل المستويات الإدارية داخل المواطنة بهذا النهج وكل يوم نتعلم بالنسبة للمواطنة كانت ورشة مفتوحة نتعلم فيها وكنت أول تلميذ فيها وتعلمت كثير في هذه المدرسة بالنسبة لي وأنا وراضية وكل الفريق تعلمنا كثير في هذه الرحلة وكل يوم لازلنا نتعلم سواء من تجارب العمل أو من زميلتنا وزملائنا بصراحة في مواطنة توفقنا كمان بزميلة زملاء جيدين ويعني رواد كلهم في مجالهم سواء في العمل الموضوعي أو في العمل المالي والإداري والمؤسسي ونحن دائماً ننتقل من مستوى إلى مستوى جديد من الحوكمة والإدارة الجيدة والعمل المؤسسي دائماً رحلة العمل المؤسسي لا تتوقف عند حد هناك دائماً المستويات جديدة لابد أن نخوضها أو ندخلها ونحن طموحين لدينا الكثير من الأهداف والغايات التي نطمح لتحقيقها خلال الفترة القادمة والفكرة مواطنة منطلقاتها هي من قيم العدل والخير المتأصلة في اليمنية واليمنيين نحن هذه منطلقاتنا ننطلق من 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 أساس نعتقد أنه في الأغلب الأعمل من اليمنية واليمنيين من قيم نجدة الضعيف وقيم العدل والخير ولهذا لازل أمامنا الكثير لنتشاركه ولنتشارك إنجازه مع الكثير من اليمنية واليمنيين أفراد أو مؤسسات أو جهات تعمل بالتوازي معنا تعمل في مجالات مختلفة على وضع أسس حياة كريمة ولائقة باليمنية واليمنيين رشيد الوضع العام في اليمن ككل صعب وخطر ومواطنة تشتغل في وضع جدا صعب وتشتغل ضد انتهاكة الأطراف لماذا مواطنة وليش مواطنة قادرة تعمل في كل مناطق اليمن ليش تولد عند الناس اعتقاد أن مواطنة هي الوحيدة القادرة على العمل في اليمن أنا سأتذكر مقولة للرئيس السلال أو الرئيس للجمهورية العربية اليمنية بعد ثورة 26 سبتمبر قيل أن أحد المسؤولين جاء ليبشره بأن الولايات المتحدة الامريكية اعترفت بالثورة فقال ببداهته وظرافته الأهم أن تعترف بناء الرحب في الحقيقة بالنسبة لنا في مواطنة أيضا نستمد مشروعيتنا وشرعيتنا واعترافنا من الناس في مختلف المناطق اليمنية ولأن مواطنة هي منهم وإليهم تعمل في كل مناطق اليمن بدعم من عموم الناس وبحماية من عموم الناس مواطنة أنا أعيد ما قالوا السلال المهم أن تعترف بناء لودر وكريتر والمكلة وسيئون والحزن ومأرب وتعز وغيرها من المناطق اليمنية هذا بالنسبة لنا أقوى وأهم ما يدفعنا للعمل المستمر في كل مناطق اليمن وسأقول لك حينما تحبطني النخب اليمنية والتشكيلات والجماعات نلوذ دائما بالناس أذهب للقاع وأنزل إلى ماوية أو إلى صالة في تعز أو إلى القاهرة في قلب تعز أو إلى الشيخ عثمان في عدن أو إلى جعار في أبيان أو إلى الحزم أو إلى عبيدة في مأرب ونستمت دائما القوة والطاقة من عمو الناس ما لا يدركه كثيرين أن الناس العادين في اليمن متقدمين على نخبهم وهذا دائما بالنسبة لنا هو ما يمدنا بالطاقة للعمل في جميع الظروف وسأقول لك في بداية الحرب حينما فر كثيرون من اليمن تناقشنا كثيرا أنا وراضية هل نبقى في اليمن هل نغادر هل نلزم منازلنا ولا نقوم بشيء بسبب المخاطر العالية التي بدأت مع الحرب تناقشنا كثيرا واخترنا بشكل واحي أن نعمل مع الناس ومن وسط الناس وندفع الكلفة التي يطلبها هذا الواقب أي كلفة كنا دائما مستعدين لدفعها حتى نبقى مع الناس ونعمل في مساندة الناس بغض نظر عن المخاطر لا أقول لك أن العمل في اليمن رحلة نزهة في وسط الحرب لا هناك الكثير من التحديات والصعوبات والمخاطر التي واجهنا ولازلنا نواجهها لكن ولو أعيدت الكرة لاخترنا أيضا العمل مع اليمنية واليمنين من وسطهم ودافعنا عن حقوقهم بنفس الآلية وبنفس الطريقة لخلق الأثر الذي يتوجب أن نعمل عليه هذا عمل المجتمع المدني هذا عمل منظمات حق الإنسان هذا عمل المؤسسات أبدا لن نختار العمل من أبراج عاجية أو من مناطق خارج اليمن هذا نهجنا حينما اضطرنا للعمل خارج اليمن كانت خروجات عارضة والاستكمال ما نعمله في الميدان كانت قوتنا حتى خارج اليمن في أقصى مكان في اليمن في حول العالم هي منطلقة من وجودنا القوي وسط الناس ومع الناس في مختلف الناطق سواء في صنع أو في كل المحافظات مواطنة تواجد في كل المحافظات في كل مناطق اليمن وتعمل بنفس الكفاءة ودون تمييز بين منطقة وأخرى وفئة من فيات اليمنين وأخرى ونعد دائما من اليمن وإليها دائما كان في الفترة الماضية شهدنا حملات تحريض تشويس هدفت رضي المتوكل ورشيد الفقي ما أثر هذه الحملات عليك شخصيا وعلى عمل مواطنة طبعا جوهر الحملات دائما الأطراف الحرب أو مطابخ الإعلام الحربي حينما لا تجد خطأ فيما تقوله وتفعله تلفقه لك دائما يعني حينما عجزت عجزت طيلة السنوات الماضية أن تجد فيما نفعله أو فيما نقوله ما يدين لأننا نخترنا بوعي خطوات حساسة نعمل في مجال حساس اخترنا خطواتنا وعملنا بصورة حساسة حتى لا نسمح بأي لبس حول عملنا أو مواقفنا أو ما إلى ذلك ودائما ما لقأت هذه المطابخ إلى التلفق وبصراحة نحن راهن ونراهن دائما على وعي الناس وعلى عقول الناس وهذا الرهن مرارا كسبنا فيه ضخامة الحملات واجهنا حملات ضخمة تقف وراءها دول ودول ثروية مش أي دول وقنوات ومنصات وسائل العلم ولم يكن لدينا ثقب إبرة لندافع بوعا عنفسنا وكان دائما الجمهور ما يتلقى فقط عبر هذه المنصات الضخمة كلام الفبركات التي تعد في مطابخ الإعلام الحربي وفي الحقيقة فوجئنا أنه لدينا أصدقاء وليعملنا في مختلف المناطق اليمنية ومن مختلف الفئات لما نزلنا الميدان وسط التحرير وسط حملات الكراهية وسط حملات التلفق وجدنا أصدقاء وصديقات لعملنا في مختلف المناطق اليمنية ويرون الحقيقة كما هي هذا فاجأنا وصراحة يعني يعطانا دافع إضافي لمواصلة عملنا ونهجنا المستقل الحقوقي الذي يقف مع الناس ضد كل طرف منتهك بغض النظر عن قوة هذا الطرف وضخامته هذا يعطينا دافع إضافي ودائما ما يرتفع وعي اليمنيات واليمني ولهذا لا نراهن على شيء كما نراهن على وعي الناس على سلامة عملنا ومواقفنا وغايتنا رشيد الصعوبات اللي بتتعرض لها مش قليلة أشي الشي اللي بيخليك تصمد أمامها الناس العادي اليمنيين واليمنيات لو قلت لك كم في زي أم فاطمة كم في زي رضية كم في زي أبي كم في زي كل الأشخاص الكويسين في حياتنا هذول الناس يستحقوا أنه دائما يستحقوا المزيد من العمل والأمل اليمنين لا ينقصهم الإحباطات ودائما ما أقول أنه الإحباط والسوداوية ليست رسالة نبيلة الرسالة نبيلة هي العمل والأمل نحن 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 بحاجة لعدوى نبيلة عدوى الوعي عدوى الأمل عدوى التطلع لحياة كريمة هذا ما يجب هذا ما يستحق اليمنيين واليمنيات وبالنسبة لي دائما أعمل على اعتبار أن أسرتي هي كل اليمن فبالنسبة لي يهمن أنه كل شخص من اليمنية واليمنين حتى أولئك الذين يهاجمون يمكنوا من حقوقهم وكثيرا ما وقت نفسي ممكن ورضية معي أنه ندافع عن أشخاص نختلف معهم قدريا وهذا ولم نتردد يوم واحد عن القيم بواقبنا يوم من الأيام وقت نفسي ودافع عن شخص ظلم والدي و رغم أني كنت يعني قلق من أن يؤثر هذا على والدي وجدت رسالة من والدي يقول لي دافع عنه كأنه أبوك بالنسبة لي هذا هذا الحافز الدائم كم بنخلق من أثر إيجابي في حياة الناس ما هو التغيير اللي بنخلقه في المجتمع في الوعي في حياة الأشخاص في حياة المجتمع في القضايا في القيم في المعارف هذا بالنسبة لي يعني مكافأة كبيرة جدا أنه يعني تخليني دائما تخليني كلنا دائما نبدل المزيد نلقه لأنه اليمنية واليمنين يستحقوا ومهما بلغ بنا الأحباط أو السلبية لا يمكن يفوت أي أحد منا جمال الشخصية اليمنية ونبل الشخصية اليمنية وكفاح الشخصية اليمنية النساء قبل الرجال كفاحهم الدائم أنا عشت أو يعني عايشت سمعت للكثير من القصص الكفاح كفاح اليمنية واليمنين التي تتشابه ونعتقد أنه هذه أكبر ثروة قومية لأي بلد لأي مجتمع هذه الخامة في الشخصية اليمنية التي ينبغي أن تعزز وتحمى من التشوهات التي خلقتها الحرب الحرب خلقتها الكثير من التشوهات في مجتمعنا الكثير من السلبيات لا يمكن أن نغطي الطرف عنها أو نغفلها لكن كمان في الكثير من الأسس البناء والإيجابية في الشخصية اليمنية في المجتمع اليمني تستحق أن نعززها ونعمل عليها ونوطدها منكافح بالنقاط الإيجابية والجيدة كل النقاط السلبية على كثرتها أيضا لا أقول أن النقاط السلبية في حياتنا هامشية أو ثانوية أو قليلة لا هناك الكثير من السلبيات في مجتمعاتنا وفي حياتنا في اليمن لكن أعتقد أنها أن مكافحتها بالمتناول استنادا إلى ما يتمتع به مجتمعنا من نقاط إيجابية وفي إرثنا نحن مجتمع دائما ما أقول أن مجتمعنا لم يأتي من الفراغ نحن كأشخاص لم نأتي من الفراغ اليمن ليس صفرا ولم يأتي من أصفر اليمن بلد متنوع وثري متنوع ثقافيا وامتماعيا وفكريا وثقافيا وسياسيا في كل المجالات وأعتقد أن في إرثنا الطويل الكثير من قيم الخير والسلام والتعايش والكثير من دروس البناء أنا من حياتنا الريفية لو تأملنا في المدرجات الزراعية كيف بنيت وكيف هندست إلى السدود وحواجز المياه إلى طرق الري إلى غيرها من الحلول التي ابتكرتها العقلية اليمنية من بلقيس وهي امرأة إلى أروى الملكة أروى وهي امرأة إلى غيرها وغيرها وغيرها من التجارب التي درست في الكثير من تجارب النهو لا استطعنا أن نؤسس اليمن جديد يستمد قوته وطاقته من إرثه الجيد رشيد كفاح مواطنة من أجل الناس خلها في أواخر العام 2021 تترشح جازة نوبل السلام خليني يسألك ما هو السبب الرئيسي خلف هذا الترشيح خليني بارجعليك كمان لمقونة السلال السبب الذي طبعا مواطنة ترشحت العديد من القوائز وفازت بالعديد من القوائز الدولية والترشيح لجائزة نوبل قائم على نفس فكرة السلال الاعتراف الداخلي ثقة الضحايا والشهود والمبلغين بنا بمواطنة نحن الآن في الانتهاكات التي وثقناها تزيد عن 15 ألف واقعة انتهاك وعن أكثر من 25 ألف شهادة هذا كله قائم على دقة عملنا وثقة الناس بعمل مواطنة وبالتالي بالنسبة لي أي اعتراف دولي وتحصيل حاصل للاعتراف الداخلي بمواطنة في مختلف المناطق اليمنية ولا أستطيع أن أفصل وأنا يمكن كنت مع رضية في أكثر من منصة نتسلم القوائز بالنيابة عن مواطنة وقلنا دائما أن هذا التكريم والتقدير هو نحن فقط وقه مواطنة أنا ورضية لكنه يشمل زميلاتنا وزملاءنا في مختلف المناطق اليمنية الذين يعملون كل يوم بشكل نزيه ومستقل وقدي لخلق أثر إيجابي في حياة اليمنيات واليمنيات ودائما لما استلمنا جائزة بالدون كان قلنا للجنة التسليم الجائزة أنه نتمنى أنه في عشرات النسخ نعود بها لزميلاتنا وزملاءنا العاملين في الميدان لأنهم يستحقون التقدير ونفس الشيء بالنسبة للترشيح لجائزة نوبل والذي قام على فكرة قدرة مواطنة على توثيق الانتهاكات وإصدار التقارير والدراسات وانطلاق المناصرة خارج اليمن على هذا الأساس المتين التوثيق الدقيق للقضايا هذه كانت منطلقات ترشيحنا لجائزة نوبل وفاجأني جدا أنه أصلا الجهة التي رشحتنا لم يكن بين أنا وراضية وهم أو أي حد مواطنة أي تواصل سابق فوقئنا أنا وراضية حينما بلغونا بالترشيح أنهم طلبوا فتح الكاميرا وإحنا فيه طلبوا اجتماع فطلبوا مننا فتح الكاميرا عشان يشوفوا ملامحنا لما يبلغونا بالخبر وبلغونا بالخبر مع أن جهة لم تعمل عليهم معها مواطنة سابقا في كل الأحوال بالنسبة لنا أهم من جائزة نوبل هو الأثر الذي بنحققه في الميدان كم سنفرق كم سننهي حالة من حالة الاختفاء القسري كم سنفرق المحتجز كم سنسلط الضوء على انتهاكات كانت في الظلام وسحبنا القضايا والانتهاكات إلى الضوء لمعالجتها وللوقوف بمسؤولية وقدارة لمواجهتها بالنسبة لنا كم شخص في اليمن بيلتحق بالعمل الحقوقي المستقل والمؤثر هذه بالنسبة لنا هي جوائزنا الدائمة ودائما ما نحتفل بمواطنة بأخبار الإفراج عن أشخاص وعودتهم ولم شملهم بعائلاتهم عشرات على امتداد ممكن متابعة النشرة الدورية لعملنا دائما هذه قصص بالنسبة لنا هي أكبر مثوبة لعملنا رشيد عمل مواطنة جبار وعمل فريق مواطنة جبار وهذا بيخليهم دائما عرضه لتحديات والمخاطر ممكن في اعتقاد سائد للناس أن فريق مواطنة محمي لأنه قادر يشتغل في هذا الوضع فهل ممكن بس تستعرض علينا قصص أو مخاطر تعرض لها الفريق بالبداية طبعا المخاطر في العمل على امتداد السنوات الماضية تعرضنا كلنا في فريق مواطنة من رئيسة المنظمة إلي إلى شخصي إلى زميلة تنزم لأنا في الميدان الكثير من المخاطر بصراحة أحيانا الفت خلفي وأقول واو كيف نقونا أنا أعتقد أنه دعوات الأمهات والزوجات والآباء الذين عملنا على قضاياهم وفرت لنا حماية نسبية كان في وقاء احتجاز واختفاء قصري أحد زملانا اختفى 45 يوم قصريا كان من أصعب التجارب وزميل آخر 20 يوم وزميلة خمسة أيام وأنا ورضية كمان ما سلمناش من الانتهاكات أنا ورضية احتجزنا أول مرة في وقفة مع السياسي المختفي قصريا محمد قحطان والصراحة كانت من أصعب المواقف أيضا المرة احتجزت في القديري قسم القديري كمان في وقفة مع ثلاث محتجزات من قيادات حزب الإصلاح وفي المرة الثالثة في مطار صنعة وأنا قادم من الأردن احتجزت في المطار وصودرة قوازي وإلى اليوم مارجاش مع أني قد سافرت كثير وخرجت كثير من اليمن في المرة الثالثة الرابعة كانت في نقطة الفلق في مأرب كنا نورضية مسافرين عبر مطار سيئون وبسبب إغلاق مطار صنعة ورحلة كانت طويلة وشاقة احتجزت في مأرب وكنت قلت لراضية إذا حصل احتجزت ومحتجزك يش يمشي لأنه كنت أعرف أنه في تحريض كبير أيضا أكثر على راضية وكان هذا بالنسبة لي يعني أذى مضاعف لو احتجزت لحالي أو احتجزنا مع بعض احتجزت في مأرب وفي نقطة الفلق وفتح الكلاشينكوف لرأسي وكان كانت ساعة عصيبة فعليا لأنه احتجزت في غرفة في صحراء وفي عز الصيف ودرجات الحر مرتفعة جدا وعلى امتداد ساعة نهار رمضان بقيت بقيت محتجز من الصباح إلى قبيل المغرب وكان قد رضية تحركت ومعرفوهاش من الحسن الحظ وذهبت باتجاه سيئون لكن حملة المناصرة لقادتها رضية والفريق بفضل هذه الحملة غادرت مكان الاحتجاز والصراحة اني تركت على خط قبيل مغرب رمضان لا حركة فيه يعني إلى أن مر يعني قد كنت استيأست لقيت سيارة شاص وكان في طريقها إلى المجمع في مقرب وبعدين في وحنا أنا ورضية التقينا في سيئون وحنا مغادرين للمطار أيضا نحتمزنا من قبل التحالف لقيادة السعودية وكان واضح أنهم ودينا خلف الشمس بصراحة دائما نقول كمان لا يمكن دائما كان يقول والدي أن يعني يقول نوع عمايل الخيل تقي مصارع السوء وبصراحة مرارا كان هذا مصاحب لأسوأ تجارب عملنا لأسوأ المخاطر كان دائما بينما كان مصارع السوء كانت وشيكة كنا دائما منجد يد خفية تحفنا باللطف فإحنا كثير ما تعرضنا لمخاطر وأنا أو رضية أو فريقنا ودائما ما كنا نلاقي يعني الضوء في نهاية النفق دائما ما كان هذا وأنا بالنسبة لي لا أتمنى أنه أي من العاملات والعاملين مع الناس بأي مجال من مجالات العمل نحن مجال عملنا حقوقي لكن في أشخاص يعملون في التنمية في أشخاص يعملون في الإغاثة وحتى أولئك الذين يعملون في قطاعات التجارة والأعمال المشروعة لا أتمنى أي مخاطر صادفهم مع أن الوضع في اليمن للأسف قر الكثيرين جدا لمخاطر لا ضرورة لها من العاملين في كل المجالات في مجالة الحياة المختلفة في اليمن يمكن أن أذكر في هذه اللحظة زميلاتنا وزملاءنا المختفين قسريا لدى جماعة أنصار للحوثيين من العاملين والعاملات في المؤسسات التنموية والإنسانية وهي مناسبة للمطالبة بوقت كافة الإجراءات التأسفية ضد العاملين والعاملات في هذه المجالات لأن اليمنيين واليمنيات لا يزالون يحتاجون للعديد من البرامج الإنسانية والتنموية في أسوأ ضرف تمر به اليمن فضلا عن ذلك حتى ولو كانوا لا يؤديون أي من فعل صالح الناس فحقهم في الحماية وحقهم في الحرية وحقهم في الأمان والسلامة مكفولة يكفلها الدستور اليمني والقوانين اليمنية لهذا دائما السؤال ليس لماذا لم يحتجز من يعملون السؤال دائما لماذا يحتجز العاملات والعاملين في المجال الإنساني والتنموي والحقوقي وحتى في المجالة الأخرى وينبغي أن هذا السلوك يتوقف في جميع الظروف الانتهاكات ومن واقع ما عايشتهم عزمي الزملائي المعاناة الرهيبة والمخاطر التي لا ضرورة لها ينبغي أن تتوقف في جميع الأحوال ومن قبل جميع الأطراف أعتقد أن نحن وصلنا لإختم جلستنا اليوم ونتمنى فعلا أنها ما كانت تنتهي وسنمت أكد أنه تكون في حلقات أكثر قبل ما نختم خليني أسألك سؤال شخصي رشيد كإنسان ويحتاج للترفيه النفسي هل ممكن أسألك ما هي الهوايات التي تمارسها خارج مواطنة خليني برجع لك لبداية المقابلة أنا شخص أنا ابن الكلمات أنا ابن بار للكلمات علمتني الكلمات أهلتني الكلمات درستني الكلمات فلازل برجع بك اللقطة البداية متمسك بالقراءة متمسك بالكتابة وخدمة الكتابة وأجد نفسي في البحث في القراءة في الكتابة أنا أعمل على في اللمسات الأخيرة أعمل على أربعة كتب أعمل عليها وأجد متعة كبيرة جدا أني أكتب وقرأ وأبحث أكتب كتاب يعني عن استذكارات شخصية لرحلتي بين الريف والمدينة هذا الكتاب الأول وأعمل على كتاب شهادة حول الحرب ومقدماتها وأعمل على كتاب عن عمل مواطنة عن قصص وتجارب هذه الرحلة من خلال مواطنة والكتاب الرابع عن تجاربتنا في المناصرة عن تجاربنا كيمنيين مع الخارج كيف عن رحلاتنا إلى أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة والعديد من الدول بهدف رفع أصوات المدنية والمدنين اليمنيين هذه أربع كتب أعمل عليها وأجد متعة في الأغاني وعالم الأغاني وهي لا تبتعد كثيرا عن رحلتي مع الكلمات وأتعلم من الأغاني أيضا من الموسيقى وأتعلم من ألوان الغناء اليمني المختلفة مع آلات الطرب سواء آلات النفخ أو آلات الضرب أو الآلات الوترية أو غيرها من الآلات الموسيقية وأتعلم كمان من ألوان الغناء العربي أخذ دائما أذهب مثلا إلى السودان وأبدأ رحلة تعلم الأغاني السودانية وسماعها أحيانا إلى لبنان أحيانا إلى اللون الجزراوي في سوريا أو القدود الحلبية أو إلى مصر ويدهشين اللون النوبي في الغناء المصري وحتى الخليج كنت جمت استماعي للون الخليجي من الأغاني خلال سنوات الحرب بسبب الحرب لأن كل أغنية كانت تذكرني بطلقة أو بقذيفة لكن بعد توقف العملية العسكرية أنقزت مصالحة مع اللون الخليجي بدأت أستعيد علاقتي بطلال مدح وعبد المجيد عبد الله والفنان أحلام مع عبد الله الرويشد وأستعيد علاقتي بالأغنية الخليجية وترك لي نفسي مجال لإعادة اكتشاف الأغنية الخليجية فأنا أحاول قدر الإمكان يعني أعيش مع الكلمة حتى من خلال الأغنية أو حتى من خلال الموالد اليمنية والموشحات وأمهات الأغاني اليمنية وغيرها أجد متعة في ذلك ولا أعرف أنا كل مرة أختبر مجال أو لون جديد من الاهتمام فأنا رجل لا يحب الركود جمالا حتى حينما أدمن لون من ألوان الغناء أفزح لأنني لا أريد التورط بالركود فأبحث دائما عن التنوع في ألوان الغناء إلى القراءة أحيانا أجد نفسي أقرأ عن أزياء النساء أو عن الديكور أو عن مثلا عن البيئة وأحيانا أرجع أتذكر ريفيتي وأقرأ عن الزراعة عن أنواع النباتات عن غيرها وأجد نفسي أحب هذا المجال وأقرأ كثيرا فيه عن الطاقة المتقددة عن الصناعات التحويلية عن مجالات مختلفة أقرأ فيها باستمرار وأجد أنه فيه شغف لما مثلا ظهر البودكاست رح تقرأ عن البودكاست وحاول استكشف إيش هذا المجال الجديد الغريب عن صناعة الأفلام عن الدراما عن الممثلات والممثلين أحيانا فلولا أنه ما عندي ش لغة إنجليزية لو قدتيني أتعرف على الجاز وألوان غربية لكن تخونوني اللغة في هذا المجال ولا أنا أحب كل ألوان الفنون وأقرأ فيها وأستنتع بها إضافة إلى الرقص كنت أنسى الرقص أنا أحب الرقص أعشق فنون الرقص اليمنية من طرفها لطرفها أحب الرقص الله حقي وأحب البرع الصنعاني والرقص الصنعاني وأحب اللون العدني وأحب اللون الحضرمي وما يتردني إلا غابات أثيوبيا على خط الاستواء أجد نفسي أذوب يذوب قلبي مع الرقص كنت مرة في أديس وحضرنا أمسية غنائية أديسية لم أستطع أن أمنع نفسي وقمت رقص رقص يمني على غناء أثيوبي ويمكنني أن أفعل ذلك مع أي لون من ألوان الغناء صحيح أني لا أجد إلا رقصة واحدة ربما لكنني مستعد يعني لو سمعت طاسة في شارع الزبيري بتلاقيني قوم رقص بالقدر نفسه لو سمعت في أي مدينة أي لون من الألوان الغناء حتى أغاني مايكل جاكسون بتلاقيني رقص هو رقص على طريقة الأمريكية وأنا رقص على طريقة اليمنية فأنا أحب الرقص والألوان الفنون المختلفة شكرا رشيد أنت شخص مبهج ومؤثر ومبهر جدا كانت جلسة سعيدة شكرا رانيا بس أنا كمان أنا يمني أحد ولازم دائما بقول لك أنه في ملايين القصص من قصص اليمنية واليمنين تستحق أنه تكون تحت دائرة الضوء ونمتأكد أنك بحواراتك كمان بتستكشفي رحلات الكثير من الشخصيات والكثير من الجهات وأنا نقطة صغيرة جدا في هذا البلد العظيم رشيد لنجل سحوارية أخرى في ضمن إطار سلسلة بودكاست دردشة ميهنية للحديث عن الإدارة الجيدة والحوكمة والتقييم نلتقي بك حينها إن شاء الله شكرا لك رانيا والحوار معك ممتع شكرا لك ترجمة نانسي قنقر